بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً الكسور المساوية لواحد واحد على واحد اثنين على اثنين ثلاثة على ثلاثة أربعة على أربعة خمسة على خمسة ستة على ستة سبعة على سبعة ثمانية على ثمانية تسعة على تسعة هذه الكسور جميعاً تساوي للعدد واحد نساوي للعدد واحد فهنا واحد يساوي واحد يساوي واحد يساوي واحد يساوي واحد مساوي واحد مساوي واحد كيف نثبت أن اثنين على اثنين يساوي واحد نقول هنا هذه دائرة واحدة لماذا؟ لأن لا يوجد تقسيمات فلو قلنا أن اثنين على اثنين إذن يوجد نصفين كما تعلمنا سابقا العدد الأسفل يعبر عن الأجزاء المتساوية فيوجد جزئين واحد اثنين والأجزاء المضللة أيضا اثنين إذن هذا الجزء مضلل وأيضا هذا الجزء مضلل فلا تزال هذه الدائرة واحدة لأن جميع الدائرة ملونة ومضللة أثنين على اثنين يساوي واحد لأن هذا الجزء جميعا محدد جزئين واحد اثنين الجزاء المحددة اثنين واحد اثنين فتم تحديد جميع الدائرة اذا لدينا دائرة واحدة وذلك يؤدي الى اثنين على اثنين يساوي واحد اربعة على اربعة اذا اربعة اجزاء متساوية اربعة اجزاء محددة الجزء الاول الجزء الثاني الجزء الثالث الجزء الرابع اذا الدائرة جميعها محددة اذا لدينا دائرة واحدة وليس جزء من الدائرة وذلك يعني ان لدينا واحد اما في مثل هذه الحالة واحد على اربعة اذا لدينا اربعة اجزاء متساوية وجزء واحد محدد اذا الجزء الجزء المحدد هو هذا الجزء وليس جميعها الدائرة هذا هو الرب اما في مثل هذه الحالة فلدينا جميع الدائرة محددة اذا لدينا واحد دائرة في هذه الحالة هذا الجزء فقط محدد اذا لا يساوي واحد اما هنا فجميع الدائرة محددة اذا لدينا دائرة واحدة اذا الكسور المساوية لواحد واحد على واحد يساوي واحد اثنين على اثنين يساوي واحد ثلاثة على ثلاثة يساوي واحد اربعة على اربعة يساوي واحد خمسة على خمسة يساوي واحد ستة على ستة يساوي واحد سبعة على سبعة يساوي واحد ثمانية على ثمانية يساوي واحد تسعة على تسعة يساوي واحد إذن إذا كان لدينا أي عدد فلنقل تسعمية وتسعة وتسعين وأيضا لدينا تسعمية وتسعة وتسعين إذا كان العدد في الأسفل كما هو العدد في الأعلى إذن هو واحد خمسة خمسة ستة وخمسين ستة وخمسين أيضا يساوي واحد فالكسور المساوية الواحد هي الكسور التي في الأعلى لها عدد وفي الأسفل لها نفس العدد هذا والحمد لله رب العالمين